شرح الحلقة الثانية من كتاب البيوع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قلنا لكي تكون المعاملة المالية محلال لابد أن نسألها خمس أسئلة والخمس أسئلة يجاوبوا بنعم أول سؤال هل العاقدان راضيين؟ هل العاقدان جائز التصرف؟ هل المعقود عليه مملوك مقبوط منقول من البائع الأول؟ هل المعقود عليه معلوم؟ هل المعقود عليه خالي من موانع الموانع الصحة والجواز؟ النهاردة في السؤال الرقم الثالث ما الدليل على أن ملك المعقود عليه شرط الجواز المعاملة المالية؟ الدليل حديث حكيم ابن حزام حكيم ابن حزام قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البايعا ليس عندي أبيعهم منهم ثم أتكلفه له من السوق قال لا تبع ما ليس عندك ما تبعش حاجة مش في ملكك ما تبعش موبايل مش عندك ما تبعش هدوم مش عندك ما تاخدش عربون أي بطاعة مش عندك ما الدليل أن نقبض المعقود عليه ونقله شرط لحل المعاملة المالية؟ الدليل الأول حديث أبي هريرة نهى رسول الله أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى لازم تستوفيه يعني تقبضه وتنقله وحديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ونهى النبي أن تباع السلح حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ورغم الأوامر دي كلها إلا أنه كان فيه تجار بخلفه فكان الصحابة يعزلونهم بالضرب عن سالم عن ابن عمر قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام تزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله الدليل الخامس النهي عن بيع السكاق السكاق دي وصله شاري بيها حاجة معي الوسط بس لسه ما استنتهيش طب إيه الدليل عن نهي عن بيع السكاق عن أبي هريرة قال لمروان أحللت بيع الربا قال مروان ما فعلته قال أبو هريرة أحللت بيع السكاق وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان فنظرت إلى حرص يأخذونها من أيدي الناس وزيها في العصر الحديث بيع الشيك أو بيع وصل الأمانة أو بيع وصل لحجز الشقق أنا حجز الشقق وطلع لي شقق بس لسه ما استلمتاش أو أبيع أذن الأسمنت الدليل السادس إن النبي جعل الضمان شرط حل المكسب لازم الحاجة أخذها عندي وأضمنها وعشان المكسب بتاعي يكون حلال طب إيه الدليل عن عائشة أن رجل نشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله إنه قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان المكسب بالضمان أأخذ المكسب بتاع الغلام لأنه ضمنه في الفترة اللي أعد عنده لو الغلام ده مات عنده كان هو عيضمن خلاص يتحمل ثمن الدليل السابع قال النبي لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك الدليل السابع الإجماع على صحة معنى حديث نهى النبي عن بيع الكالق بالكالق الحديث ضعيف بس في إجماع معنى صحيح قال الإمام أحمد ليس في هذا حديث يصح ولكن إجماع الناس على أنه يجوز بيع دين بدين وقال ابن المنزر أجمع أهل العلم على حرم بيع الدين بالدين طيب السؤال المطلب التاني ما صور المعاملات المالية المحرمة لفقد شرط الملك أو فقد شرط عدم النقل المعقود عليه الصورة بتاعته دفع عربون في بضاعة غير موجودة زي موبايل أو كمبيوتر أو حجرة نوم لم تصنع أو شقة لم تبنى ثم لما وجدت السلعة دفع بقية التمن ده كل دي معاملات محرمة لأنه بيع دين بدين لأنه بيع ما ليس عنده لا وحتى الناس اللي بيجيزوا أن أنا أتعامل مع المجار في عقود الاستصناع بيقولوا بيعترفوا أن ده خلاف القياس وخلاف الدليل وبيقولوا أنه نحن عن صححه استحسانا وعشان شدة الحاجة ليه طب ليه استحسانا مع وجود نص وليه شدة الحاجة ليه مع أن الشرع أوجد البديل طيب ما البيع الجائز الذي أجازه الشرع بديلا عن بيع ما لا يملكه الإنسان ودفعا لحاجة الناس لوبيع السلام إيه هو وبيع السلام استلم التمن كامل في بضاعة منضبطة الصفات كاملة وحدد وقت الاستلام بدقة طيب إيه دي على جواز بيع السلام من القرآن يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس في تفسير الآية أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى فقد أحله الله في كتابه ومن السنة عن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الصمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمرن فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم من أسلف عن دفع التمن كامل فليسلب فيه كيل المعلوم ووزن معلوم ده انضباط الصفة الشرط التاني إلى أجل المعندوب انضباط المعاد ده الشرط التالي والإجماع قال ابن المنزر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلام جائز ولا أن الناس ولشدة حاجة الناس إليه طيب متى لا يجوز السلام في العقارات اللي نقل ابن رشد الإجماع أن ما فيش حاجة اسمها سلام في عقارات طيب ماذا يفعل من أراد شراء موبايل غير موجود في المحل يعمل إيه وده محتمالين يدفع التمن كامل ويوصف وصف دقيق ويحدد معادة تسليم يبقى كده اشترى الموبايل ده سلام والراجل يجيه برحته وفي المعادة يروح يستلم أو ما يدفعش حاجة ويقول للراجل وعد أنا عاشتري منك بس أهم حاجة يجيبهولي وبعد ما تيجي الموبايل يشتريه طيب واحد عاوز يشتري الكمبيوتر والكمبيوتر مش موجود في المحل ومش عاشتريه الرجل إلا بعد أن يأخذ عربونة لازم ياخد مال قدامه ثلاث حلول ياما يدفع له ثمن الكمبيوتر كاملا بعد ما يوصفه وصف دقيق ويحدد معادة تسليم أو ما يدفعش حاجة خالص ويوعده أنه هو لما يجيب الكمبيوتر عاشتريه أو يشتري شاشة سلم يعني يدفع ثمن الشاشة بس ويشتريه يجيب بقية الكمبيوتر ولما الكمبيوتر يكمل يغدو يشتري الباقي ولو حصل خلافي بقى هو ليه الشاشة بس طب واحد عاود يشتري غرفة نوم من عند الرجل من الجاري صنح ومش موجود قط النوم ما هو فيش خشب نقول له إما تدفع له ثمن قط النوم كامل وتوصفه وصف دقيق وتحدد موعد التسليم أو تقول له صنحها وبعد ما تجد تقط النوم على الدهالك على بعضها أو تدي له ثمن الدولاب بس أو ثمن السرير بس أو ثمن عشان له خشب بس سلم ووقت ما تستلم قط النوم تقول له والله إحنا اتفقنا اتفضل الباقي ما اتفقناش هتاخد ثمن الدولاب بس اللي انت تدفعه سلام طب واحد عاوز يدفع يشتري شقة والشقة لسه ما تبنيتش أصلا نقول حرام دي بقى ما فيها السلام ولا فيها أي حاجة لازم تكون موجودة مالهاش حل نقل ابن رجلة الإجماع ان ما فيه السلام في العقارات خلاص طيب ماذا افعل من أراد شراء ورق سيارة معاقين نقول المعاق حرام يبيع ورق السيارة بتاعته ليه لانه لسه ما جابهوش ممكن يخشوا أم الاتنين شركة مع بعض والشركة دي يترطب عليها بعد كده بقى السيارة بتاعتهم الاتنين ده بالورق وده وده بالتخليص ولكن مش عيبيع حاجة مش عيبيع حاجة كده خلصنا الشر السؤال التالت فضلنا السؤال الرابع والخامس ايه السؤال الرابع السؤال الرابع هل المعقود عليه معلوم عن قولها في الجزء التالي ان شاء الله من الحلقة جزائكم الله جزائكم الله جزائكم